وقعت الكويت اتفاقية تسهيل العبور مع حلف شمال الأطلسي وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أكد أهمية التعاون المشترك بين الكويت والنيتو في ظل الظروف الراهنة في المنطقة يسعدنا أن يتم تتويج عملنا المشترك بأن تحتضن الكويت المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون حيث سيكون لهذا المركز دوراً أساسياً في تحقيق أهداف مبادرة إسطنبول للتعاون من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين دول الحلف ودول المبادرة ضمن مجالات التحليل الاستراتيجي والتعاون العسكري والطوارئ المدنية والدبلوماسية العامة والوعي الشعبي كما سيكون للمركز دور في متابعة برنامج التعاون الفردي ومكتب تنسيقي لمتابعة اتفاقية العبور بين دولة الكويت وحلف شمال الأطلسي للحديث عن هذا الموضوع ينضم لنا من الكويت رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي الفرج أهلا وسهلا بك يا دكتور سامي بداية لماذا تهتم الكويت بهذا التعاون الكبير مع حلف شمال الأطلسي النيتو وتقديم هذه التسهيلات للعبور كما استمعنا قبل قليل للوزير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا يجب أن ننظر للإجابة على سؤالك يجب أن نغوص قليلا في التاريخ ونشرح النظرية التي تقوم بها دولة سقيرة تعاون مع حلف كبير مثل حلف شمال الأطلسي أقوى حلف على كوكب الأرض تاريخيا هذه المنطقة يعني احنا بالأمس ذكرى توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار مع القوات العراقية المعتدية على الكويت في عام 1991 فهذه التوقيع في 29 لا مغزى كبير بالنسبة لنا هذا غزو كبير في التاريخ الحديث قبل ذلك هذه المنطقة منطقة الكويت هي منطقة جنوب العراق منطقة حقيقة تلاحم كبير يعني معارك كبيرة بين فارس العظمى وبين الإسكندر الأكبر في موقعات قوغامينة في التاريخ العربي عندنا ذيقار قبل الإسلام وعندنا حملة المثنب الحارثة الشيباني وعندنا معركة ذات السلاسل في كاظمة ذاتها فنحن عندما نتكلم كمنطقة دولة الكويت تنطلق من هذا التاريخ الذي يقوم على التوازن في المنطقة لتحقيق هذا التوازن يجب أن نعيد حقيقة أن ندخل قوة أكبر تمكن أطراف المعادلة الإقليمية وهم طبعا دول مجلس التعاون الخليجي من جهة والعراق من جهة وإيران من جهة يبدو لنا حاليا أننا لا نستطيع أن نعيد هذا التوازن الذي شرخه صدام حسين بقزوه للجمهورية الإسلامية الإيرانية في 1982 سبتمبر لإعادة هذا التوازن نحتاج إلى موازن خارجي ثانيا من المنظور كذلك أن نستطيع أن نضيف أنه بمنظور العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية في أن الدولة الصغيرة لا تستطيع حقيقة أن تصمد إلا إذا كانت ذاتها مصلحة تمثل مصلحة لقوة أكبر منها الآن طبعا دولة الكويت تمثل مصلحة للقوة المحيطة بها وهي إيران والعراق والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون واليمن ولكن نحتاج كذلك إلى الموازن الخارجي الذي يعمل يتسق مع مصالحنا ليس فقط نحن في الكويت وإنما مصالح حلفاءنا الأساسيين وهم مملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن طيب يعني دكتور سامي حتى نوضح هذا الشأن يعني الاتفاقية هي اتفاقية التعاون لكن هي هل ستوفر الحماية الدفاع عن الكويت بشكل واضح؟ طبعا اللي أنا أحب أقوله نحن في كلمات السيد وزير خارجية دولة الكويت وأنها بالأول قال تتويج للعلاقات مع حلف شمال أطلسي أحب أن أولا دولة الكويت لها علاقة لها اتفاقية الدفاع مشترك مع الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن وأولها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا التي شاركت في تحرير الكويت ومنذ ذلك الوقت وهي توفر حماية لنا الثاني أنها دولة الكويت هي أول من انضم إلى اتفاقية مبادرة اسطنبول للتعاون عام 2004 والثالث هو أن دولة الكويت هو كذلك ثلاث دول وثلاث دول أخرى في مجلس التعاون وهي دولة الإمارات ومملكة البحرين ودولة قطر كلها كذلك مشاركة في معاهدة اسطنبول للتعاون والرابع هو أن دولة الكويت والدول التي ذكرتها الإمارات والبحرين وقطر تحظى بوضع اسمه وضع الدولة الحليفة لنيتو من خارج حلف النيتو وتشاركها في هذا الوضع كذلك كل من الأردن في منطقة الشرق الأوسط الأردن كذلك فإذن نحن الآن عندما نقول تتويج تحدثنا عن هذا الأمر وهذا الأمر ليس له علاقة بالأحداث بتطور الأحداث الحالية مثلا اشدداد الحرب ضد داعش والتدخل الإيراني في العراق والحرب في سوريا وإنما قبل ذلك دولة الكويت أبدأت استعدادها لأن تكون مقر لاتفاقية التعاون ومن ثم تجسد هذا التعاون على الأرض كما أن دولة الكويت سوف توفر ميادين القتال لحلف شمال أطلسية هذا المعنى الذي نتكلم عنه فهي فقط بالإضافة إلى ذلك هناك اتفاقية عفوا بس اتفاقية العبور لقوات حلف شمال أطلسي إذا كانت تريد أكمال مهامها في أفغانستان أو أي منطقة أخرى والثاني أن هذه المنطقة سوف تكون منطقة للتدريب والعمليات المشتركة ومن ثم سوف تحقق حقيقة أمن الكويت بصورة عملية واقعية على الأرض أكثر من السابق طيب دكتور سامي قد يقول البعض هنا بأنه في الوقت الراهن الدول بدأت توزع تحالفاتها هناك دول كان حليفها الأول هو الغرب بدأت تنفتح على موسكو مصر السعودية دول أخرى بدأت توازن بين أكثر من محور هنا لا تبدو الكويت وكأنها التزمت بمحور واحد لا يمكن أن يقال بأنه أين روسيا من المعادلة أو الانفتاح على محاور أخرى التعاون مع دول أخرى والله أنا عملت حتى عام سابق كمستشار للجنة الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت الطريقة التي نرى بها أمنة مختلفة هذا جزء مننا وهو التعاون الأمني والعسكري والاتفاقيات الأمنية الجزء الأكبر منه أن نحن نريد أن نكون موطن للأمن لكل من يحيط بنا لا نريد أن نكون تهديدا لإيران ولا للعراق وبالطبع ليس لإخواننا في منطقة مجلس التعاون واليمن ولا كذلك بالنسبة لسوريا ولا غيرها من الدول العربية ولا حتى لإسرائيل أو تركيا الدول غير العربية فإذن هذا المحور الأساسي بالنسبة لنا هذا عملنا وهذا يتمثل في قضية بناء نموذج التنمية الاقتصادية مع كل هذه الدول الثاني النوو فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية فنحن لدينا علاقات عسكرية ونشتري من كل من روسيا ونشتري من الصين وسوف تدخل الخليج في عام 2016 بإذن الله تعالى مجموعة حاملات طائرات نووية صناعة هندية يعني الهند سوف تدخل هذه المنطقة الأمن بالنسبة لدول منطقة الخليج لا يتعلق فقط بداعش أو بتهديد من إيران أو من العراق أو قيرا يتعلق كذلك في كيف نوفر الأمن للآخرين يعني هناك ست ملايين عامل هندي يعملون في منطقة الخليج الصين تريد أن يكون لها نفس هذا فهذه الدول سوف تأتي لحماية فرص العمل ولحماية مواطنيها كذلك فالعملية متشابكة ومعقدة وما ترون هو مظهر حقيقة مظهر واحد ووحيد فقط يبرز في نشرة الأخبار ويتعلق بحدث يحدث لتعزيز تعاون في شيء معين وإنما النظرية الأمنية لدولة الكويت تقوم على التوازن وعلى حماية أمن الآخرين قبل أن تحمي أمنها طيب حلف شمال الأطلس ونيتو كما ذكرت دكتور سامي في قمة 2004 أيضا كان في تغيير في المنهجية وتغيير تعريف العدو وكان في تركيز أكثر على موضوع أنه محكافحة الإرهاب التي أخذت إلى حيز أكبر محل محاربة الشيوعية السابقة وغيرها هنا ما الذي يمكن أن تقدمه الكويت غير موضوع العبور مع الأطلسي في تحديد آليات النيتو في مكافحة الإرهاب التي يحاول نيتو دائما تطويرها على الأرض خصوصا نتحدث عن الجغرافيا الكويت كما ذكرت حضرتك في منطقة مهمة جدا ومحفوفة بالمخاطر نعم إذا أشكرك على سؤالك اتفاقية إسطنبول للتعاون تقوم كأنها قائمة منيو من ثمان بنود تبدأ بتبادل الآراء فيما يتعلق أو تبقى نقول التعاون الأمني فيما يتعلق بتبادل الأسماء والمشتبهين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فقط على سبيل المثال ثم تنطلق إلى أبعاد أكبر من التعاون وتحاول أن تحافظ على خصوصية كل دولة وعلى حيازتها لإقليمها ولسلاحها ولقواتها المسلحة فهي كلها تقوم بتوزيع العمل فيما بينها كلها الآن عندما ننظر إلى قضية مثلا دورنا اليوم كما ترون اليوم عندما ينطلق أحد ويقول أن كيف تقوم المملكة العربية السعودية لأول مرة في حياتها بأخذ المبادرة والقيام بعمل عسكري في اليمن وكيف تقوم هذه الدول الصقيرة للقيام بمثل هذا الشيء هذا لأن كله ترتيب مسبق فهذه الدول كلها غيرت بنية قواتها المسلحة لكي تكون متوجهة إلى التعامل معه غير تقليدي فإحنا الآن ما في ضرورة أن نحن نعلل للناس ما نقوم به بس هذا ما قمنا به ونحن الآن مستعدون لهذا الشيء فآخر آخر بند بس أحب أضيف أنه في هذه القائمة هو بند العمليات المشتركة فيعني معناها أن نحن نقاتل في حرب مع الآخرين وعندنا تسليح يناسب تسليحهم وينسجب مع تسليحهم وكما ترون الآن في العمليات الجوية لثلاث دول مجلس تعاون تقوم بهذا الشيء في الحرب على داعش الحرب الجوية والآن في فيما يتعلق بالجهد الذي قام عليه تحالف من عشرين دولة لمكافحة الإرهاب والتدخل في سوريا لمحاربة داعش هذه أمور لا تتم بين ليلة وضحاها هذه حقيقة أمور تتم عبر سنوات ويجب أن تحتاج إلى تقيير البنية العسكرية طبعا من الأمور التي أشار لها النائب الأول وزير خارجية دولة الكويت الموقر هو الغال أننا يجب أن نتكلم عن الدبلوماسية العامة وهي شلون نهي الشعب بمواقف سياسية محددة مثل إعلان دولة الكويت أنها سوف تشارك ضد داعش أو أن المملكة تقول سوف نقوم نتدخل في سوريا ضد داعش فهذه المواقف تسمى بالمواقف الدبلوماسية المعلنة الأخير هو أن نثقف شعوبنا بالمهام الملقاة علينا والتي تنتظرنا واضح دكتور شكرا جزيلا لك دكتور سامي الفرج رئيس مركز الكويت الدراسات الاستراتيجية حدثنا من الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر